موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة يمكن هنتكلم على الموضوع اللي هو يعني عامل لابس عند الناس كتير قوي من المواطنين ويعني اي واحد بيلاقي محامي مع صاحبه يعرفه وتلاقيه بيسأله الاسئلة لمجموعة اسئلة يعيني الناس تايها فيها شوية الاسئلة دي تبدأ بايه يا جماعة دعوة صاحب توقيت لك تمام ده حاجة يا جماعة لازم اتسجل قبل اربعة تلاتة الفين واحد وعشرين يا جماعة ده لو ما سجلتش هيحصل ايه ده العقد اللي ابتدائي بتاعي باس كل الكلام ده انا من وجهة نظري تمام بنكلم المواطن العادي بنقول له ايه ده الموضوع مفهوم فيه فهم خاطئ فيه اللي هو كالقاتي احنا عندنا القانون ما فيش حاجة تعدلت ولا تغيرت ولا زي ما الناس بتقول ما فيش حاجة اسمها دعوة صاحب توقيع دي تلاتة مبدئيا الدعاوي صاحب توقيع ما زالت موجودة وهتبقى موجودة محدش يقدر يلغي دعوة بتترفع في محكمة هو اصلا دعوة صاحب توقيع لم تصدر بقانون عشان تتلغي بقانون اصلا فلازم نبقى بس ايه حارسين جدا في التعامل كمواطنين عليش يعني ممكن النهاردة الحوار هيبقى اقصر للمواطن من زمنا المحامي عشان الموضوع بيمس المواطن جدا قانون تعديل شهر العقاري هي المادة 35 مقرر عملت شوية اللغفطة والقلق عند الناس ليه لان قانون 114 لسنة 46 قانون الشهر العقاري اتعدل بقانون 186 لسنة 2020 قال ايه المادة 35 اذا كان هناك حق انشأ بموجب دعوة زي صحة ونفاس زي دعوة تزبيت ملكية كان بيحصل ايه في الدعوة دي زمان حتى زما ينا المحامين فاهمين وزما ينا رجال القانون فاهمين القضاء ان الدعوة دي كانت بتمشي بمرحلتين مرحلة انك انت بتشهر العريضة نعم صحة ونفاس وبتاخد خطواتها وكأنك رايح تسجل لغاية ما نروح المحكمة وبعد بمناقض حكم صحة ونفاس بناخد هذا الحكم ونطلع بيه ناخد اجراءات التسجيل الاجراءات التسجيل دي ممكن تقعد معانا حسب بقى لو الدعوة دي كان فيها اقرار صلح ولا ما فاش اقرار صلح تمام فا بتاخد اجراءات ممكن تدخل في سنة سنة ونص سنتين يعني حسب لا المادة 35 يسرت وان كنت انا معترض على التعديل لانه هيخلق نوع رزل من التحاولات وابس ده انا مش بصدد والنهاردة اتكلم فيه ولكن انا بتكلم في المادة 35 المقرر دي عملت ايه قالت ان اي حكم زي دعوة اثبات الملكية او تثبيت الملكية او حكم صحة ونفاس او اي حكم يعني حكم لدعوة عقارية اصلية من الحقوق العينية الاصلية تمام اذا حصلت عليه تسجله ازاي تسجله كالاتي هتروح تقدم طلب لرئيس مأمورية الشهر العقاري اللي تابع لها العقار وهذا الطلب هيديك بيه رقم عنده دفتر هيفتحه دفتر ويديك رقم الرقم ده هو ده رقم التسجيل فيما بعد هيبقى تمام الرقم ده حضرتك هتاخده مشكورا وهتنشر في جريدة رسمية واسعة الانتشار الحكم بمواصفاته ببياناته بكل اللي موجود جوه اللي حتم في زيه عن طريق النجر خلال شهر لو محدش اعترض عليه الطلب ده تقلب الى ده الرقم المشهر بتاعك وانت كده ايه سجلت الطلب بتاعك طيب لو في واحد اعترض عليه انه خلال اسبوع يروح لقاضي الامور الوقتية تمام اياسف خلال تلاتين يوم يروح لقاضي الامور الوقتية والقاضي الامور الوقتية يصدر امر بقبول الاعتراض او رفضه خلال سبعة ايه فانت قدامك امر من الاتنين يعني الاجراءات يسرت وليس الاجراءات اتعادت زي ما الناس بتقول طيب كده احنا فهمنا التعديل جاي على ايه طيب المشكلة اللي لغباطة الناس او هو هي اللي حصل منها سوء التفاهم ده شوية ان المادة نفسها الفقرة التنته بتاعتها بتقول ايه بتقول وعلى الجهات الحكومية انها ما تنقلش المرافق ولا تتعامل معاك كشخص الا اذا كان العقد بتاعك مسجد يعني عقد ابتدائي ما نتعاملش معاك انا لما اروح بعقد ابتدائي وبعد ساحة التوقيع زمان كنت اروح الكهرباء بعد ساحة التوقيع ده خلي ينقل المرافق وان كنت انا محترض علي الحكاية دي شخصيا يعني وكان فيها لابس قانوني كبير ولكن النهاردة اصبح يجب عليك عشان تنقل المرافق من اسم محمد لا احمد فوزي احمد فوزي يجب يكون مسجد هو ده هي دي هي دي الترك لكن دعوا ساحة التوقيع لم تلغى مش مطلوب انك اربعة ثلاثة انك لازم وليه هم قالوا اربعة ثلاثة يمكن عشان القانون نفسه مية ستة وتمانين لسنة الفين وعشرين اللي خاص بالتعديل ده صدر خمسة تسعة الفين وعشرين خمسة تسعة الفين وعشرين قال يعمل بي بعد ستة اشهر ستة اشهر ايبقى اربعة ثلاثة واحد وعشرين فمن يوم اربعة ثلاثة انت مش مطلوب منك تذهب لسجل حيث سجل سجل مش سجل متسجلش شكل موضوع بسيط جدا يعني انا بدخل الكهرباء والمرافق ومستقرق هو الشقة مش سجل محسى مسجلشي محدش ضربك علي ايده هكالك سجل اللي هيشتري منك لما يحب يينقل المرافق باسمه يبقى يسجل هو لكن انت قاعد ومستقر مش سجل متسجلش لا طب رأيك ايه انت على النصار الشخصي لو انت يا احمد يا فوز بتنصحني انا بنصحك طبعا انك تسجل ليه لان بعد كده كل التعامل الدولة في اتجاهها تتعامل بيه انه هو مسجل فوجه تنزق سجل بس مش علك يعني مفيش حاجة بتجري ورانا برحتنا نسجل بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثة بعد اربعة طبعا انا قاعد ومستقر بولادي او قاعد في بيتي ومش نوا بيها طبعا يعني معنى كده ان يفهم من كلامك انك لو نويت بيها تسجل لا انا ما قلتش كده برد بقولك اللي هيسجل اللي هيشتري منك اصلا مش هينقل باسمه الا لما هو يسجل يعني انا كنت مسجل ده تسهيل اللي بعدي لكن مش هيضيف يعني اي مشتري جديد لاي عقار هو لازم يسجل عشان ينقل المرافق فهي الحتة اللابس لا في مدة لا في اجبار على التسجيل انت لست مجبرا على انك تسجل من الدولة هيستقعد كده اقعد انا اشتريت من سين وراضي اقعد بالكهرباء باسمه وكل المرافق باسمه وفيش ما يمنع على فكرة ناس كتير جدا عايشة كده فيعني يا جماعة مهلا على انفسكم انا عارف ان الحالة اقتصادية بتاعت الناس تحبان فاي بشويش احنا في هدوء نسجل براحتنا ما عندناش اكبار ما عندناش اربعة تلاتة ده مش هتطقطها رئاب ما عندناش اي حاجة اربعة تلاتة تخلينا نبقى ملزمين ان احنا نسجل فده الامر اللي عامل لدى الناس المدد امتى هنروح نسجل براحتك خالص الاصلا الامر كله المادة التعديل منصبة على احكام صحته نفاذه احكام تثبيت ملكية مالهاش دخل بالتسجيل الرضائي يعني انا لو ماشي مع حضرتك المرادة في تسجيل الرضائي ما تعدلش كمل التسجيل الرضائي زي ما انت عايز فاحنا النهاردة بنطمن الناس ان ما عندناش اي مشكلة في موضوعات التسجيل دي خالص مش مفيش تسرع مفيش اكبار في نقطة بتصار برضو اتساءلنا فيها او اتطرحت هل الموضوع ده خاص باي موقول ولا بالعقاب لا الموضوع ما خاص بالعقاب مش خاص بالموقول ماناش علاقة بالموقول في الموضوع ده لان النص جاي بيتكلم على عقاب ما بيتكلمش على موقول فاحنا خاصين بالعقاب تسجيل العربيات زي ما هي تسجيل اي شيء تاني يعني اي عقارات اراضي شؤة اراضي زراعية كل ده يخص العقاب او كل ما يخص العقاب طيب يعني فيه ناس يقولك ايه طيب ساحل التوقيع دي بتفيد شوية في التسجيل ولا ليه هي لازم اصلا التسجيل اما طريقين طريق تسجيل رضائي اللي هو انا بقدم طلب في الشرع قرية وامشي في اجراءات الطلب وبعد بخلص الطلب بدوشته الكبيرة او دي كلها باخد البايع والمشتري يروح يومته ويبقى تسجيل ده اسمه التسجيل الرضائي ده الاصل طيب البايع مش رزل مش راضي يجي معايا عايز ياكل مني فلوس زيادة توافق مش لقيه كل المشاكل دي القانون قالك ما انت مش تقعد تحت رحمته فعملك طريق صحة ونفاذ اللي هو بترفع دعوة صحة ونفاذ وبتاخد التسجيل فاذا معاك صحة التوقيع ما معاكش صحة التوقيع ولا يضيف شيء للعقد ولا يساهل ولا يبطل ولا يأخر المهم تكون معاك عقود الملكية بتسلسلها في صحة ونفاذ القاضي بيبحث ملكية يعني احمد بعلم حمد ومحمد شري من علي لازم لما انا اجي احمد اخد شقة من محمد اخد عقده اللي من علي عشان القاضي بياخد لغاية اخر واحد لازم كل العقود الاصلية دي تبقى معايا عشان اقدمها للمحكمة لو عقد وقع منهم السلسلة قطحت لانه وبمحث ملكية فاذا دي مهم جدا وانت بتشتري الشقة تاخد اصول العقود لانك لو قدمت صورة ضوئية وحد جي حادها انت وقف بتعمل زي اللي جيف وسط البحر وحطر فاذا وانت بتشتري الشقة لازم تبحث ملكيتك وتاخد الاصول واحد يقول لك ده القص ده بتاعك ايه انت بعتلي الشقة ده سند ملكيتك بنت بعتمول لان دي عقود كلها عرفية مش هتلاقي حتة تاني تطلع مكانها فاذا احنا بنؤكد على ان كوينتا بتصح القصة دي خاصة بصحة ونفاذ التعديل ده مش خاص بالشهر العقاري مناش دخل بصحة التوقيع اللي هيقدم ولا ياخر ولا يزود في التسجيل ولا يسهلوا ولا يسرعوا ولا بالنسبة لي انا ملوش اي قيم في التسجيل لان احنا التسجيل الرضاية اصلا ما بنقدمش العقل ما بنقدموش غير في صحة ونفاذ تمام الحاجة الثالثة ورصة برضو عنديش مشكلة خلص في ورصة ورصة وابوهم توفى هيعملوا ايه؟ هينقلوا باسمهم اهلا وسهلا لما نقلوش باسمهم العقل هيتطلع كل المرافق باسمهم ويقدروا يبيعوا واللي هيشتري هياخد منهم اسهل حاجة الورصة انا لو من الورصة ما تغيرش خليك زي ما انت طول ما انت ورصة مع بعض الا لو في انت عايز تغير بقى في حد فيهم ممكن ايه دماغه تلف كاحد الورصة يغلس عليكو خلصوا وسجله وفرزوا ولو في فرز وتجنيب لكن بالشايع تنقلو باسمكو وبعد كده اللي هيجي يشتري ينقلو باسمكو لا ما انت ممكن تبيع بصفتك مورس يعني بتبيع عن مورسك فانا ما عنديش مشكلة خالص في المراس ما عنديش مشكلة كمان في حاجة كمان اللي يقولك ايه؟ طب انا كنت يشاري بتوكيل قديم التوكيل باز ما بص التوكيلش خالي يا فندا ما فيش توكيل باز انت هتقدر تكمل بالتوكيل ده انت شاري من خمس سنين ومنقلتش الملكية ومعك توكيل ومعك عايز تنقل الملكية النهار التوكيل بيبيح لك نقل الملكية بالبيع للنفس وللغير هتروح بالتوكيل ده مازال وتنقل الملكية ودخل المرافق عندي دهش اي مشكلة بس المهم بس الدولة تحط النقليات للحاجات اللي احنا مش هنعرف ننقل فيها الملكية مثال ارض اللي انا شاري في كومباوند ونفسه الكومباوند مش مسجل وبعلي وبعلي طبعا انا الملكية ازاي لما الارض اصلا انا مش مسجلة يعني انا نفسي مش عارف اعلي سجل ففيه دي المشاكل العملية اللي هتصادف الحتة مش القانون مش مشكلة اللي هتصادف الحتة الوحيدة انك مش تعرف تدخل المرافق هو ربط المرافق بالبتاع دي فعشل كده الناس تهزد لكن لو انت هتقعد بالمرافق بتاعتي احمد فاوزي ليس مشكلة وبعت سليم على فكرة وعقد البيع سليم ما فيش اي مشكلة خالص في الموضوع ده فبشوش وما نتقطرش وان شاء الله الامور هتتحل حد بيجي برضو يسألنا يقول لي ايه طب انا ما ببيعش شقة انا عندي ارض فضية ورحت في الارض الفضية دي هبني عليها عقاب لازم اسجل الارض الفضية اه لازم اسجل الارض الفضية انت بقى لازم تسجل mate وانه مش هدخل من ولا يلا يوما بتاعك انت ممسوك بانك تتعامل مع الجهات الحكومية مش هتتعامل الا اللي معها ورقة مثلty بتقول an Ezra باسم اسمه. فلو انت معك حرقة ارض اه مع الاسف لازم تسجل عشرتها رفض ابني وتتعامل وتطلع الرخصة او القصة دي. دي 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 خلاف الشوء او خلاف ده. بيه مرضو بعض الاسئلة انا بتجي منك تانية بتقول ايه? طب انا اواخد صح التوقيع قبل تلاتة اربعة قبل اربعة تلاتة. اللي هو ده. اواخد صح التوقيع من سنة. لازم اسجل. يا فندم صح التوقيع دي الدعوة ليس لها علاقة بالتسجيل اصلا. دي دعوة كده يعني بتقول ان التوقيع ده توقيع. دعوة احنا بنوانها دعوة شخصية. هي دعوة ليس عقارية. يعني انت ممكن تاخد صح التوقيع على دعوة. ولسه تمن الشقة ما تدفعش. دعوة بعيدة كل البعد عن التسجيل. يعني انت اواخد صح التوقيع النهاردة من سنتين. ومخطوم عليها ختم النس. وزي الفل. وهتروح الشهر عقاري. تقول له عن الوحدات باسم عيسف. هتروح الجهات الحكومية غاز كهرابة تتعامل مع الدولة. هيقول لك ما عرفقش. ما عرفقش. لان صح التوقيع ليس تسجيل. يعني بيعتبر صح التوقيع ده تسجيل هنا الخطأ. دي دعوة بتحمي. لك بتقول ان احمد فوزي هو اللي ماضي. واذا كنت جيت وقررت. دمانين في المهم دعوة صح التوقيع بتتاخد غيابي اصلا. ما بتتاخدش حضوري. فانا انا باعتبرها زي الليتها برضه. هي عارف ميزة صح التوقيع في ايه. ميزة صح التوقيع زي ما جايه في قانون التصالح. قال لك ايه. لو انت علك شقة مبنية قبل تمانية اربعة الفين وتسعة عشر. اللي هو تاريخ قانون التصالح. تاريخ صدور قانون التصالح. طب اعرف منين ان الشقة دي مبنية قبل تمانية اربعة. عزتوا بعد ما صدر القانون باسابيع وبشهور لغاية النهاردة الناس بتبني وبتقول دي مبنية من زمان. طب الدولة قالت لك عشان تعرف ان الدولة انك انت باني قبل تمانية اربعة. لو عندك عقد بيع بسحق عليه سح التوقيع. لان انا روحت وعملت صح التوقيع ودخلت المحكمة قبل تبانية اربعة يبقى الشقة كانت موجودة. اهفادت في حاجة زي دي. دي افادتها في حاجات شبيهة بدها. لكن هي ليس دعوة عقرية وغير ناقلة للملكية وما لاش اي علاقة. انت بتستمد قوة ملكيتك في الشقة من العقد. وليس من دعوة صح التوقيع. خاص. ارجو انه اي اي اسئلة هني تيجي على الصفحة واحنا ان شاء الله اذا احيانا مولا وكنا من اهل الدنيا. نرد عليها. شاكريني فقط.